استقبل بناء رفح البري بشمال سيناء 447 شخصاً بينهم 40 مصاباً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة وقال مصدر مسؤول بالميناء أنه تم استقبال 65 جريحاً ومرافقاً فلسطينياً قادمين من مستشفية بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية مضيفاً أن ميناء رفح البري استقبل أيضاً 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة و132 من حملة الجوازات المصرية وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها 110 شاحنات للمساعدة الإنسانية المتنوعة وخمس شاحنات وقود